موسيقى طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم موضوعنا الليلة موضوع شبه كل الناس ما مختلفين فيه بأنه واحدة من الأهميات بتحت الإنسانية بمعنى إنه أنا عندي ذاكرة بتحفظ وعندي ذاكرة الزول بنساها لحظات تمر لا أستطيع أن أتخيلها لكن في الكلام العادي لما نقول لك بمعنى أن انت تصور معي خطة الصورة في خيالك ويتكلم معي يقول لي والله هذا على مستوى الكلام العادي لما نقول لك هذا الزول تصور صورة فوتوغرافية لكي نفعل لك البطاقة الاسم محمد عبدالله محمد عبدالله ممكن يكون محمد عبدالله موسى هذا محمد عبدالله موسى حسن حسن موسى الأسماء بتكون دائرية لكن الصورة بتكون ثابتة واحدة بيعرفوا بالزول على ثلاثة الاتجاهات البروفايل شمال و حتى على مستوى الجريمة يقول لك الزول بتعرفوا يقول لك كده خليه قبل كده خليه قبل كده في الاتجاهين عشان بعدين ما تقولوا والله احتمال يكون عنده صلعة أو في شامة ما في الصورة في العرس لما نقول لك العريس من هناك لابسين الكوشة يا بشروا والنسان بجاي والله ما شاء الله والله بيتكم ما شاء الله حلوة اتلبتوا على العريس ايه والله لكن ما عرفا كالتروليل بتاع جلدة العملين ومعين سجلوا ديال جو العام العريس بيكون باس كالعروسة وماشين كش كش اول ما يصلوا الحفلة انتهت لا الستوديو انا قل لك ماشين معهم ماشين على العريس اللي هنحكم الرجال ما تستطيعون بنات صغار شفعة. بيمشي كيف هو. دع الستيدي بيكون قاعد بتتضرهم. بتتضدله. اه 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 اه. العريس انت دائرة اللقطة اللو لا ته. بيكون عنده قولاج او صور نموذج مثلا دائرة اللقطة دي. العروسة بتكون مسلا عاملة كده. العريس بيجيب لاجما ما عارف الحاصل شنو يعنيه جديد كتير. بيكون قاعد جديده. ايابكم مسلا الاثنين بيكونوا ماسكين بعض. يا الله سعات يا الله بتسمي. ما في صورة. اي صورة. حتى لو انت صوروك وما جايب خبر ما بتكون زعلان. او شكلك بيكون يعني ما مقبول. لان الصورة هي اللي بتحكس. لو عندك اي حاجة داسية. فيه ناس بيقول لك والله ما تصورني بالجنب. لان انا بالجنب الشين. او يقول لك ما تصورني. ما تجيب الصورة عليه قريب. لانه رقبتي قصيرة والرأس كبير. يعني بيقولوا كلام كثير. لكن في النهاية الصورة هي الصورة. لما انت تصور معناه اللحظة. الانت عيشت هذه ما بتتكرر تاني. فالعريس بيكون واقف مربع. بديده بعين. والعروسة جنبه. هالزول العادي اللي ما يجي يصور بيكون واقف. بتاع الصورة بيقول له يا اخي اسمع بسمة صغيرة. اه? ابتسامة ابتسامة. يلا راح ادينا واقف. هان اضحك? لا لا. ما تطلع سنوك. خلي سنوك عادي. ما تزعل. عادي. كده. على حسب. هو ما عنده في خياله. ما الناس بيقولوا صورة قديمة ما ملونة. صورة جديدة ما ملونة. هي في النهاية صورة. عشان بتحكس اللحظة اللي انت فيها. الارب الخميس. اي سبت الجمعة. الاتنين التلاتة. الايام مكررة. لكن الصورة ما بتتكرر. لانها بتمشي بشيل معها اللحظة. عمرك بزيد. وحياتك بزيد. وزمنك بزيد. وساعاتك بزيد. لكن الصورة يا هالصورة. لما انتجي خاش الديوان تلقى امك وموك الصورين. بتعاين كده. يا السلام. تجيب تشيل الصورة في راسك. لما تطلع برا تلقاهم الاتنين ماشين. يا 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 الودة الليلة ماجهة كله كله. بتقول يا رب النازل كانوا فيها تلياغة. اللياغة انت بتشوها من خلال الصورة. الشكل العام. حتى على مستوى الشلوخ. على مستوى العلاماتها في الوش. لو ما تصورتها بشكل جميل ما بيصهر لك. لكن الجمال الحقيقي اللي هو في روحك. بينعكز على وشك. اشتركوا في القناة.